موسيقى الاتحاد الاوروبي يرفض طلب النمسا اعادة العلاقات مع الاسد ايطاليا تقاضي النمسا امام محكمة الاتحاد الاوروبي بسبب قيود النقل اعتقال شابان سوريان في فينة من اصابة 505 بعد مواجهات مع شيشان تزويد الشرطة النمساوية في فينة باسلحة الصعق الكهربائي ومطارات النمسا تسجل 16.5 مليون مسافر في النصف الاول من عام 2024 واخيرا ارتفاع طفيف في اعداد ايام الاجازات المرضية للعاملين مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشرة ابدى جوزيب بوريل الممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي تحفظه على مبادرة ثماني دول اوروبية بما في ذلك النمسا وايطاليا اعاد تقييم العلاقات مع النظام في سوريا بسبب تدفق اللاجئين الكبير واشددت الدول على ان النزوح الجماعي السوري يفاقم الاعباء على الدول المجاورة مشيرة الى خطر التدفقات الجديدة للاجئين حيث اقترحت الدول تعيين مبعوث خاص لسوريا لتعزيز الروابط الدبلوماسية مع الفصائل الروسية السورية وهي خطوة ايدتها ايطاليا والنمسا وكرواتيا وغيرها بينما امتنعت المانيا عن التأييد وابدى بوريل تحافظاته مؤكدا ان النظام السوري ما زال مرتبطا بروسيا وايران قدمت ايطاليا دعوة ضد النمسا الى محكمة الاتحاد الاوروبي بشأن تدابير مكافحة النقل على طريق برينر وفقا لقرار مجلس الوزراء الايطالي واعلنته وزارة النقل الايطالية واعرب وزير النقل ماتيو سالفيني من الحزب اليمين المتطرف الليجة عن سعي ايطاليا لوقف ما وصفه بغرور النمسا واستعادة اليقين القانوني لمصدر الشحن الاوروبيين وتستند الدعوة المقدمة على المادة 259 من معاهدة الاتحاد الاوروبي والتي تعتبر حالة غير مسبوقة وكانت المفوضية الاوروبية قد اعطت الضوء الاخضر لهذه الدعوة في مايو مؤكدا صحت بعض الانتقادات الايطالية واشار حاكم تيرول انتون ماتليني الى استعداد الولاية للدفاع اعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن اعتقال شابين من سوريا من اصابة مجموعة 505 بعد حالة الفوضى التي شهدتها فين بين شبان من الشيشان وسوريا واستخدم في صراع سكاكين واسلحة نارية رغم القيود المفروضة في مناطق مثل رويمان بلاتس بالحي العاشر وحذر ديتر سيفان رئيس وحدة جرائم الشباب في المكتب الفيدرالي للشرطة من تجاوز هؤلاء الشبان لقيود الاسلحة وادت هذه النزاعات الى تعزيز التواجد الشرطي واعتقال سوريان اعمارهم بين 19 و34 عاما حيث تبين ان الصراع يعود لدوافع تتعلق بالشرف والانتقام ومن المتوقع الغاء لجوئهم اعلنت الشرطة النمساوية عن بدء استخدام اسلحة السعق الكهربائي تيسير من قبل ضباط الشرطة في فيهنة ضمن مشروع تجريبي يشمل تزويد مراكز الشرطة في مناطق ففوريت ليبل داوشتات وفلورس دورف وقال المدير العام للشرطة الفيدرالية مايكل تيكا كاس ان التدريب على استخدام جهاز السعق الكهربائي سيبدأ في الاول من اغسطس بمشاركة 150 ضابطا حيث تستهدف المراكز الشرطية ذات المخاطر العالية وسيتم اختبار نماذج مختلفة من الاجهزة وتقييم تكاليف المشروع لاحقا بينما ستستخدم وحدات اضافية على المسدس نفسه لتحسين الرؤية وشدد وزير الداخلية جهارد كارنر على اهمية تدريب الضباط لضمان فاعلية المبادرة شهدت المتاظرات في النمسا نشاطا ملحوظا في النصف الاول من عام 2024 حيث سجلت حركة سفر بلغت 16.1 مليون مسافر بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووفقا للجمعية النمساوية للمطارات اقترب العدد من مستويات عام 2019 قبل جائحة كورونا واستحوز مطار فينة على الحصة الاكبر من الحركة بتسجيله 14.4 مليون مسافر يليه مطار ساليسبورغ بتسعمائة واحد وسبعين الف مسافر ثم مطار انيسبروك بستة مائة وثمانية عشر مسافر شملت الوجهات المفضلة ألمانيا أسبانيا وإيطاليا مع بقاء نسبة إشغال الطائرات عند سبعة وسبعين فاصل أربعة بالمئة وارتفعت انبعاثات الغازات الضارة إلى اثنين فاصل ثمانية وستين مليون طن بزيادة أربعين بالمئة عن عام الفين اثنين وعشرين شهد عدد أيام الغياب بسبب المرض في عام الفين ثلاثة وعشرين ارتفاعا طفيفا حيث قدى العاملين متوسط خمسة عشر فاصل أربعة يوما مرضيا بزيادة نصف يوم مقارنة بأربعة عشر فاصل تسعة يوما في عام الفين اثنين وعشرين وفقا لهيئة الإحصاء النمساوية وفي المقابل انخفضت مدة الغياب بشكل طفيف إلى تسعة فاصل سلاثة أيام في المتوسط وظهرت البيانات أن النساء كن غائبات بمعدل ستة عشر فاصل اثنين يوما بزيادة قدرها واحد فاصل ستة يوم عن الرجال وكانت أسباب الغيابة الأكثر شيوعا الأمراض التنفسية بواقع اثنين فاصل أربعة مليون حالة تلتها الأمراض المعدة أو الطفيلات بسبعمائة وخمسة عشر ألف حالة ثم الأمراض العضلية والعظمية بستمائة أربعة وستئة وسبعين ألف حالة حسب تقرير الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين الاجتماعي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء